شايف مرد أعود إليك بعد قليلة مرضت ببوزقار قبل ولا؟ كنا يظل يمرضنا ببوزقار في بيلك نعرف شكونا عمرهم مع تكبار معنى هم مزالوا ما مرضوش أنت مرضت أنا حسبت وش عاملو لك يا مرض بوزقار؟ ونذكر في دينا نعش عمريا وانت صغيرنا برش خلينا هذا موضوعنا لليوم مش نحكيه بتبيع مش نحكيه على البوزقار اللي بتبيع اللي المرضى صغرنا الكل ونحنا نحكيه عليه بتبيع دونك اليوم ذيفتنا هي طبيبة الأطفال دكتور ريم حسونا متير مرحبا بيك دكتور مرحبا بيك شا هو لك؟ مرحبا بيك طيبة؟ مرحبا بيك شاكوالك في ديكار جديد مزيانة حاجة مزيانة نشكر برشا زين هم على ديكار المزيان اللي بشرفقنا بتبيعه في موسمنا لسنة وفي موسم رمضان دونك شكرا الزين هم على الاختيار الموافق وشوى المزيان وعلى الكلية اللي حلوة بتبيعك يتعملوا طالع على زين هم تلقاولي شوى اللي تحب عليهم الكل سيف جاي فما شكون المزيل ما سكرش التفاصيل بسيطة بتاع لسالون بتاع الأفاف دونك زين هم هي لدريس مرحبا بيك دكتور ريم اليوم بش نحكيه على البوزقار كيفش نجمو نحكيه عليه؟ شنو هو البوزقار؟ شنو الفينومين هذي؟ اللي نعرفونا يمرضو بيه برش صغار ومرة بركة فحياته خلينا نفسروه علميا وكيفش نس شنو لازم الناس يعرفو عليه؟ هو البوزقار من الأمراض المنتشرة بالقدة معناها أغلبية الأمهات يعرفوا شنو هو البوزقار خاطرنا نسخطها مومو في الحياة الصغير بش يمرض بيه يجبنا نعرف نحن صغير كيوصل عمر 15 سنة تلقى منها ماكثر من 80 بالمئة معنا في 90 بالمئة دجا مرض ببوزقار وفما أنواع متفاوتة هو يدي ما تقعد يمالادي بينيني معناها مرض ماهوش معناها موش أكتير أما يقلق شوية الصغير كيفش؟ هو البوزقار مرض فيروسي يتعدب فيروس فيروس متاع الفاريسيل زونا أغلب يعنيها انتشار متاعه يكثر شوية في المدة هذية معنا أخر جتي أو للربيع طوى وقت الفاريسيل هذا وقت انتشار يجي عند الصغار في العمر الكل أما جني غال مو بخيسكولير معنا يبلق رأي شوية معنا اللي عمرهم أربع سنين خمسة ستة سنين أكثر صغار عرضه بشي مرض فيه هو مرض فيروسي كما قلت يبدأ ببريودة انكوباشون الانكوباشون تقعد 14 نيوم من أول كونتاكت بمريضة بالبوزقار ومن بعد 14 نيوم يبدو يظهروا العراض متاع البوزقار العدوى كما أي عدوى فيروسية معنا نعرفوها عادية جدا كما الثقافة والتي تمد دولة برش على العدوى خاصة على الكوفيد والذي كانت المسحاج والذي كانت المسحاج والذي كانت موجودة معناها كينا صغير ببوزقار شد بلا هكا مس بلا ستها نجم يتعدى بصفة أقل أكثر حاجة من باللمس باللمس وشوية بالتنفس معناها بالتنفسه بالهواء بالكيكوح ولا حاجة هل العدوى تتم من صغير لصغير وإلا من صغير بلوتو من كبير لصغير كيفاشه؟ هي تعادى من مريض لسان معنا مريض ومش مريض معناها جين يغلبوه صغير لصغير الكبار من يقتلك أن أغلبيتهم يبدأوا دجا مرضوبي معناها جيني غالما ما يعديوه أغلبيت الكبار في تونس يبدأوا مرضوبي بالبوزقار معناها سيختارين بريود في أحيات وتلقاها مرضوبي دونك يتعدى من صغير لصغير وقت الشي يبدأ يعدي صغير نهارين قبل ما تظهر لغيبشون ويقعد يعدي حتى لين توفى لغيبشون معناها مدة عشر أيام يقعد يعدي فيها صغير وقت اللي تبدأ العلامات ولا تبدأ لسيني أو نعرف أن الصغير ذلك مرضوبي بالبوزقار شنو الحاجات اللي تبين عليه نعرف دي ما فهمة ديتاش هكذا تبين في لبن هو من اللول قبل ما يظهروا ديتاش قدتلك فهمة بريود دانكيوب بس يمتها خمسة شنو يعني يبدأ الكونتاكت مع واحد عندي بوزقار يمتها خمسة شنو في بدن البوزقار قبل ما يخرج ديتاش هذوه نهار ولا نهارين قبل اللي يبدأ الصغير من هكا إغيتابل معنى هكا اللي تحسوا مش قد بعضه يبكي بعد مرة يبدأ يكح شوية عنده شوية هكا سخانة معنى هكا نجري أنغوم عادي معنى من بعض تبدأ يظهروا اللي سيني اللي سيني هما يبدأ بالإنغوبشن كما قلنا معنى هكا طفح جلدي 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 غالما عنده هكا بخوباقاشن معنى معينة يصير فيها يبدأ من لول بفروة الرأس معنى هالصغير في رأسه تبدأ كعبات هكا يخرجوا له في رأسه ومن بعد يهبت عنيك على العنقهم ومن بعد يتعدى للواجه ومن بعد يسرح في بدن الكل تلقى معنى أول ما يبدأ يبدأ في فروة الرأس معنى هكا كي يجي في فروة الرأس معنى هكا ينجم كما يقولون منعوه نجمه لا هو صحيح يفوى نجمه نردحه صغير معنى نردو المرضى متاعو بلو كونفورتابل وكا هاو معنى نتبعوها بشوية بشوية نظفوه بش متيروش للكمملكاشيون أما أين فوى بدأ البروستيس هي ستو مالادي بنيني كي ما قلت لك ما يش اختير ما يش اختير لكن عنده مضعفة ينجم في حالات قليلة بالكل بيانسور كيبدأ تغان تعال صغير اللي عنده أمراض مثلا متع المنع اللي عنده أمراض أخرى دي ما أي فيروس ينجم يقلقو أما صغير نرمال يعنيها في الأمر متاع أربعة سنين ستة سنين ما يعملوش مضعفة يتعاد عادي هو اللي بارون مش يفرقوا ما بينه ما بين أي مرض آخر فيروسي عنده كلك كاركترستيك أنا خاصين بيهو من اللول الفيروس كي ما قلنا يجي في فروط الرأس وكي ما فسرت لك كيفاش يتعادى على بدن الكل والفيروس هذا يعطي من اللول دي ما كول تلقى من بلايس حمر ومن بعد البلاسة هذي كتعمل رأس معناها تولي هكا بابول تولي فيزيكول اللونها مائي معناها تبدأ حبة هكا فيها ومن بعد الحبة هذي كتولي فيزيكول ومن بعد تولي كخوت تولي تيباس تولي كيف فيها كل مادة معناها البعض المادة ذي كتشيح تولي فيها شيح وبعد مرة تلقى في نفس المنطقة مثلا في الواجهة تلقى بلاسة فيها بلاسة حمراء وبحضها فيزيكول وبحضها بحضها ومعناها تعد بغبوسي يعنيها يطلعوا مجموعة توا مجموعة بعد وتلقىهم الكوابيوت نفس البلاسة دي ما في نفس البلاسة معناها ما تلقى في البدان الكل أما في نفس البلاسة نجم ترى تلاثة لانواع ما يمشوش مع بعضهم يعني مش يطلعوا مع بعضهم يتنحاوا مع بعضهم يقعدوا هكيكا بالعشرين فهمتك معناها نجم تلقى لانواع الكل لانواع الكل لانواع الكل لانواع الكل لانواع الجلدي هذيكا المرحل الكل لانواع قوتو في بلاسة بلاسة واحدة هذيك اللي كي يكاركتريز المرضى هذي هذيك اللي بيهو نعرف اي انه هي فريمونسي سيدلا باريسال نحنا عنا برشة عادية ممكن في الحصبة نلبسوا بالأحمر تفهم مش كون نلبسوا بالأحمر يعملوا له معنا عادية كي ما اقولوا هكا في موروثنا معناها من جدودنا قبل لكن اكيد الهناك مش نحكيه على فيروس منش نحكيه على ادواء عربية منش نحكيه على غرفة فيكسو تعدى على روحك نحكيه على ادويات هل يعالج البوزقار وإلا لا بيانسور البوزقار كي ما قلت لك ما فيهش ادواء اللي نحيه بان فما هو ادواء اما ما يستحقش باش نحن ناخدو انوتي فيغال غينكو بوغلا غريسيل معناها بينين اما نعاونو الصغير الاقلاق الكبير عند الصغير الام هات كل تارف اللي حكا بيعطي حكا كبيرا ويجبنا نعرفو هي الفغريسيل كي تطلع ومنمسوهش ما تخليش حتى تخاس اما انفو حكها البلاسة هذي كتنجم تقعد له بلاسة فما دي سيكاتري يقعدو ابي معناه دونك احنا احنا نفعي اسكو الصغير ما يحكش ياسر معناه ننطفو هالو المطهر هذا كديم موجود نعسوه على السخانة كي تفوت 38 تفوت 38 ونص نعطيوه دواء السخانة وحاجة اخرى نعطيوه بعد مرات نضطر نعطيوه انت يستامينيك للليل معناها هذي مضاد للحكا في الليل ياخدو بشي جميع قد ميقعدش ميقعدش والأم يتمها معناها تشوف صغيرها تتبادله في الظوافر وتقصهم له بش ما يحكش بش ما يجرحش روحه خاطر هي المضاعفات تجي من الحكا زي دا كي ما ينجم تصير معناها فوق الفيروس هذي كتجي باكتيري كي تحكها وتجرحها تولي بلاسا معناها هميليو بخوكيس للباكتيري والكل تتولي سور انفكتون وقتك تولي تتقلق أكثر شوية وتنجم مثلا قل جرحة والي تراسم بعد تقعد السيكاتريس كما قلت لك هي كي ما تمسهش را ما تخلي حتى بلاس أما إنفو حكها صغير فما ريسك أنها تقعد لسيكاتريس شخطو كي تبدأ في الوجه لحقيقة هوني يفيد كمام بش ما تقعدوش دي سيكاتريس نوك هي حاجة عادية جدا ما ما خوفوش ما تخوفش الصغير لا لا ما تخوفش وميو هو دي ما بش نتأكدوا إنه هي فريمان لفريسيل بو ميو الفاران كي يرى إيروبش عند صغير ويهزو يعادي عند البيجاتري ويطامنو ويعطيه المنازي يفسر له أكثر ويشوف سلون لكا بركا أما جنرال مو ستوم باتولوجي بنيني اللي متخفش وطعدي مناع صغير يتعدي مرة بركا كي ما قولوا الفينومان هذائم تعني يمرز بها مرة بركا كيفاش على شو يمرز بها مرة بات على خطرها إيمينيزان يعني يفوها مرز يخو مناع قوية يخو مناع منها حاجة أخرى الفاريسيل عندها ينطر باريسيل إنه هي عند الادولت كي يكبر جنرال من بعد الخمسين سنة كي يصير له مثلا باسم تاع إيمينيتي برون غزون ينطر حتى برون سترس معنى هذا تيح المناع إنه سا غي اكتف خطرته قعد ريقدة في اللي غونجليان يعاودي نجمي يمرز بفوغم أخر اللي هي أخطر شوية من الفاريسيل اللي هي الزونا الزونا دي عند الادولت جنرال من يمينو دي بخيمي دي في بلاسة محدة يعنيها في بلاسة بركة مش في البدن لكل أما فيها إليم قوية شوية بعد مرة تيدي بحض العين زي دا تعطي حاجة يتقلق أما جنرال من في اللاجة ديولت ومش تبدأش عدو يبدأ غي اكتيفاسيون يعنيها اللي موجودة موجودة هي إنفوا برا يقعد دي ما جزء منها يقعد في البدن محافظة علينا نجمي تحير إذن المناعة بحضة جنرال ما ما يتحير جمعان بعض الناس في مدة معناه من عمرهم بعد الخمسين جنرال ما فورين غيزون هكا الاسترس المناعة تيحو انخذي دوي وإلا مرض بمرض ولا حاجة تعود تطلع في صوفهم دوزانة معناه مناش نحكيو على حاجات خوف على حاجة عادية نجمو نتصرفو معاها عادي جدا إنفوا فما شكوم للي بارون مثلا شك إنو ويلدو عندو البوزقار أول حاجة عملها اسكو ديريكتمو لتبيب ولا فما كيمانقولو حاجات بدائية أولية سخانة دي ما قوت لك في الجيربشون ننصح يمشي لتبيب بشي تأكد خاتره بشي شك أما إنفوا ما نعندو بليسر المطهر معنا هنا نعطيوها جنرال مو بدأ في دي سبري في شفائشة يعملها ينظف بها البلاسة يعمل دي بان كوتيديان معناها الدواش لأمه كل يوم وتشيح لمليح البلايس معاها نرقب السخانة السخانة تطلع فوق ثمانية وثلاث نص نعطيو ودليمتها سخانة ونعطيو زاد المتاع الحكة كان صغير بريمو يحك برشا لدرجة أنه منجم شيورقد وإلا يتقلق بالجد ويخد جنرال موس سباش بيان ورح 14 يوم 10 يوم 10 يكفي يوسفية تتنحل البلايس وكل بش ما يعديش أصحابه كمهما يقلقه مش في المدرسة وندوروا على البلايس اللي البلايس اللي ما سنعقموا ولي ولي تعنى المريض يمرض بحدة أقل من الثاني يمرض أكثر منه شوية الثاني معنى جي أقو يعني سايت أو بسي غبي معنى دي ما الخو اللي كي تعدي تعدي أكثر من الخو اللي لين ومي يمرض بها توخير من اللي كي يكبر معنى ستان بساش بخير كوب لازم لازم نسكول معنى إذا كان نعرف شكون في عمر متقدم شوية أنه مزال ممرض بها لكن نستغرب معنى كي لقاو شكون معنى هكذا ما يبدأ مرض بها وانت ولا هكذا حاجة ما هيش اختير برش فقط الناس يردوا بلهم على صحاتهم وما ونظافة هي أهم حاجة بش نقي أنفسنا عندها فما وقاية بتبيعة حتى كان نبعد على أي كونتاكت وكل شيء لازم تعدى به هي الوقاية في حين فما رأوا موجود في العالم نحن في تونس لا نستعمل لذلك ترى البوغ الكنتر لذلك ليس دعوة بش نعمل معنى هذا بشتين باتولوجي بينين فما بلدان أخرى يعملوها للصغار بش جانب مرد هذه معنى البريفنسيون بريمير والبريفنسيون ما قلت لك الإيجين اللي جان معنى ها نضاف في المدارس دي ما ننظف للسيخفاس كومون مع اللي بين صغر الكل في العائلة كي ما قلت لك حاولون نبعد عليه شوية صغير اللي عنده الضغيسة ونخذها بالخفيف هي ما هي لبس ما هي مرضى تخفيف دكتوراتك صحة شكرا لك دكتورة ريم حسونة أمتير دونك كنا نحكيه على البوزقار نحكيه على الفيروس ذا اللي تعادوا بها الناس الكل وكيد نحنا قاعدين نحكيه دكتورة فهمش كون من العائلات اللي تفرجوا فينا معتها بوحدة من الأمهات جبدة ولدها على جنب وكان تحكيله كيفاش هو كي كان مريض قبله كيفاش عمل فيهم وشنا عملت معاه وكل تحية للأمهات الكل وانشاء الله ربيش في المرضى الكل هذه صحة تاج على رؤوس الأصحاء وراحة الكوجينة مش تعذبني اليوم شايف مروه وينو صار